السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هقدم معاكم حاجة حلوة جدا طبعا الشكل بتكلم عن نفسه مش هقولكم طبعا الطعم عامل ازاي هنعمل مع بعض الرز بلبن بتلات طرق مختلفين طبعا الرز بلبن احنا بنعمله في الصيف بيكون حلوة جدا في الشتاء بيكون احلى بنعمله في الربيع في الخريف معانا طول السنة فعايزين كده نجدد منه ونبهر كده اولادنا ونشجعه من هما ياكلوا حاجة صحية في البيت وكمان انت عاملها بايدك فهتبقى طعمها كمان احلى واحلى زي ما انتو ما شايفين ده الشكل بتاعه عايز اقول لكم حلو جدا الشكل كمان بيفتح النفس والقوام بتاعه مظبوط 100% زي ما انتو ما شايفة اهو قوام الرز بالامن بتاعي كريمي مش ماسك كده في بعض وجامد ولا سايب خالص هو ده القوام المظبوط وعايز اقول لك ان شاء الله هتجربي الطريقة وحتدعيلي عليها يالنا بقى ندخل في المقادير بتاعتنا ادي كل المكونات سهلة وبسيطة خالص معايا اول حاجة هنا كوباية من الرز الرز البلدي الرز المصري العادي انا غسلتها كده غسلة خفيفة علشان عايزة برضو احتفز بالنشويات بتاعتها ومعايا كمان باكتج من الفانيليا ده الباكتج اللي هو الصغير انا مستخدمه واحد بس ومعايا كمان كوباية كبيرة من السكر الابيض ويريد تستخدمي السكر يكون فاتح بلاش السكر اللي هو بيكون لونه غامئ علشان اللون الرز بلبن بتاعك يكون مزبوط ومعايا كمان معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الكريم شانتي لو مش متوفر عندك الكريم شانتي خلاص مش مشكلة والعلبة دي فيها قشطة القشطة دي بتاعت اللبن البلدي انا على طول بستخدم اللبن البلدي وبجمع القشطة بتاعته في علبة بحطها معايا في الفريزر ومعايا هنا اتنين كيلو من اللبن اللبن ده دي ما قلت لكم كامل الدسم انا غليته كويس جدا وشلت كمان القشطة من عليه علشان القشطة دي بتكون اختياري بس بتخلي الطعم في منتهى الجمال حنبتدي بقى نحضر معانا حل على النار حنسوي الرز ازاي انا بحب اسوي الرز في المية بس مش بستخدم المية خالص عشان الناس اللي مش بيحبوا يضيفوا المية على الرز بلبن حطيت كبايتين كده كبار من المية في الحلة وسبتهم لحد ما يغلوا ونزلت عليهم بكباية الرز البلدي اللي انا غسلته زي ما قلت لكم غسلته شاطفة كده واحدة بس مش كتير عشان انا عايز احتفظ بالنشا اللي فيه بعد ما حطيته حتديله تقليبة خفيفة لان لو حطتي الرز على طول وسبتيه هيكلجع وهيكون حتة واحدة حسبت بقى الحلة كده مع نفسها على النار تغلي وبعد ما تغلي جامد وكويس جدا وتأكد ان هي غلية حبتدي بقى قدلها كمان تقليبة نصيحة مني ان انت تسوي الرز في المية بلاش تسويه في اللبن علشان كمان حيوفر عليك وقت وحيستوي معيك اسرع في المية اديته تقليبة اهو بعد المية مغلت ودلوقتي حوطي عليه النار خالص وهغطيه بالغطى وحسيبه بقى كده نص ساعة طبعا نص ساعة على نار هادية وانت مغطية الحلة حيتقيم استوي معيك وتمام جدا كده ده شكله بعد ما عد عليه عشرين دقيقة يعني تلت ساعة بس شايفين بقى اهو استوى يعني هو كده يعتبر تمام جدا بس انا هسيبه كمان بقيت نص ساعة الان انا فاضلي علي 10 دقيقة بس هسيبه كمان العاشر دقيق yeكون استوى اكتر وكمان تكون المية اللي فيه اتبخرت لان زي ما قلتلكم انا ا опять انا اعيز ا اعمله بالحليب بس مش عايز ا اضيف عليه اي مية خالص فسيبه كده هغطيه تاني وحسيبه كمان مع نفسه العشر دقق يكون تكمل سوايا ويكون الاستوي ما呀 في المية ويتكون كمان المية الزيادة اللي فيه اتبخرت ويكون معي مصبوط لحد بقى الرز ما يكمل سويا حضرت معي هنا كباية كبيرة وحطيت فيها نص كباية من اللبن ودلوقتي حبتدي أنزل على اللبن بمعلقتين النشا طبعا مهم جدا ان انت تقلبي النشا بتاعك على البارد لان لو حطتي النشا على طول على الرز بلبن وهو سخن هيكلكع ومش هيديك النتيجة حلوة خالص فأنا كده أهو قلبت النشا كويس جدا وبالم كل الحروف الموجودة معي لحد ما تأكد ان النشا معي بقى متقلبه كويس جدا هنا أنا خلاص عدى العشر دقيق وكملنا نصف ساعة بتاع التسوية الرز بلبن نزلت بقى باثنين كيلو اللبن على الرز وببتدي أقل بقى هو زي ما انتوا ما شايفين الرز بتاعي مش مكلكع ولا حاجة واستوى يعني عايز أقولك سوى مظبوط جدا مية في المية حسيب بقى اللبن لحد ما هيبتدي يسخن جامد وبعد كده هنزل عليه بكباية السكر السكر هنا اختياري بتاعك انتي أنا بحب السكر يكون مظبوط مش بحب السكر يكون محلي قوي فحستكفى بالسكر لان هضيفه بكباية السكر دي بس مش هضيف حاجة تاني حبتدي بقى بالمعلقة كده أقلبه لحد السكر بتاعي ميدوب تماما وهتأكد ان هو داب بعد كده هنزل عليه بمعلقتين الكريم شانتيه متخفيش الكريم شانتيه مش هيكلكع معيك ولا حاجة عشان انتي نزل على الرز بلبن وهو سخن حطيه متقلقيش خالص طبعا انا قلبته تقلبتين بعد كده هجيب المضرب اليدوي وحقلب به وكمل بقية خطواتي حيسهل عليه كتير هكمل كده تقليب لحد الكريم شانتيه ميفك مع اللبن والرز والسكر اللي انا حطيتهم مع بعض شايفين طبعا الكريم شانتيه اختفى وداب تماما فمش شرط ان انت تدوي به زي النشا وانا بقلب كده بقى هبتدي اجيب النشا اللي انا قلبته فيه اللبن وحضيفه بس مش حضيفه مرة واحدة عشان لو دفتيه مرة واحدة هيخلي الرز بلبن بتاعك فيه تكتلات كده ومكالكع فاحنا عايزينه يكون انسيابي وطعمه حلو كده وقوامه كريمي وجميل حطيت نص الكمية وبقلب وبعد كده هضيف اهو بقيت نص الكمية التانية اللي انا اللي بقيعي اللي هي الكمية عبارة عن نص كباية من اللبن عليهم معلقتين كبار من النشا دفتهم على مرحلتين وبرضو انا مستمرية في التقليب دلوقتي حطيت باكتج الفانيليا لو عندك الفانيليا يعني في مقدار كبير او في علبة كبيرة ممكن تخدي منه ربع معلقة صغيرة من الفانيليا مش حابة ازود البانيلي عشان عايزة طعم القشطة واللبن يكون زوهر هنا جبت علبة القشطة وحبتدي بقى احط منهم كده معلقتين كبار شايفين كده المعلقة ما شاء الله عاملة زي الهرم كده وكبيرة جدا فحطيت كده معلقتين كبار القشطة هنا برضو براحتك لو حابة تجيبي القشطة العلب بتكون جميلة جدا بس بصراحة انا بفضل القشطة البلدي بيكون لها ريحة وناكهة في منتهى الجمال حرجع تاني للمضرب اليدوي وحبتدي بقى قلب القشطة بتاعتي مع الرز بلبن مش هتاخد معي وقت كتير وحدوب بسرعة طبعا لان الرز بلبن سخن جدا قلبتوا اهي دابت معي وبقت تمام جدا هنا بقى مش ادرى بصفلكم الريحة عاملة ازاي بجد الريحة جميلة جدا جدا جربيه بطريقتي ومش هتندمي شايفين بقى القوام عامل ازاي لستة كل ما حيقعد كل ما حيتقال اكتر وحيكون جميل جدا بس نصيحة ليكي ما تزوديش النشع عشان وانتي بتاكل الرز بلبن كده ما يبقاش حتة واحدة سبت الرز بلبن بتاعي ايه دا شوية كده حوالي دقيقة او دقيقتين لحد ما حضرت الاطباق شايفين بس تقل ازاي انا سبته دقيقتين بس مش اكتر من كده لحد ما بحضر الاطباق بتاعتي تابعي معي الفيديو الفيديو كده مخلص وانا بغري في الاطباق لا دا لسه في خطوات كتيرة جاية حتستفدي منها كده حطيت حضرت الاطباق اللي هي المخصصة للرز بلبن حابة تحطي بقى في كبيات بتاعتك انتي الحتة دي حطي في اللي انتي عايزين هعبي بقى كده الاطباق بتاعتي كلها وبعد كده انا كده عبيت حوالي ستة اطباق ودي الكمية المتباقية معي حضرت اطباق الفويل ديت وحبتدي احط فيها هقول لكم ليه برضو بس بصراحة الطبق كان سخن جدا وانا كنت محضرة معي على البتجاز محضرة الساج بتاع الفرن حطيت عليه الاطباق الفويل وحبتدي اغرب كده بالراحة طبعا وانا بغرب احاول اخلي الرز بلبن ما ينقطش على الساج او ما ينقطش على حرف الطبق بتاعي من فوق لاني لسه هدخله الفرن علشان ياخد وش كده ويطلع معي حلو ودوت بقى الرز بلبن فرن اللي احنا بنشتريه جاهز اعمليه في البيت حيطلع فيه منتهى الجمال وولادك هيحبوه جدا جدا مكملة اهو بقى معي الاطباق برضو لسه هقولك نفس الكلمة تاني تابعي معي الفيديو لسه مخلصتش فيه برضو خطوات تانية كتير هتستفدي منها اهو بحط برضو الرز بلبن في الاطباق وبخلي بالي ان انا الدنيا ما تتبهدلش معي علشان يكون الشكل معي في الاخر حلو هنا معي دي نوتيلة انا كنت عاملها في البيت حيخد منها مع لقتين كبار كده مع لقتين برضو مليانين على بقية الكمية بتاعت الرز بلبن وده تالت نوع من الرز بلبن وانا بعمله حبتدي بقى قلب النوتيلة طبعا الرز بلبن زي ما انتم ما شايفين البخار طالع منه لسه سخن فالنوتيلة هتسيح في ثواني مش هتاخد وقت خالص لو ما عندكيش نوتيلة حطي كاكاو لو ما عندكيش كاكاو حطي هوت شوكلت حطي اي حاجة المتوفرة عندك شوكلتة خامة بشورة ممكن تحطيها هتسيح برضو معيك وحتدي طعم حلو جدا بس بصراحة انا هنا فضلت النوتيلة لانها فدي برضو كوام وطعم في منتهى الجمال حبتدي بقى حط الرز بلبن انا عملته بالنوتيلة هحطه في الاطباق بالشكل ده كده هعبي بقى الاطباق بتاعتي كلها عايز اقولكم رحته في منتهى الجمال جميلة جدا جدا وكمان احنا حنوى عشان ولادنا يكلوا الاكل اللي هم مش بيردوا يكلوه اللبن والاشتا والحاجات اللي فيها الكالسيوم ديت هيكلوها وهيتشجعوا جدا ده بقى الشكل النهائي للاطباق بتاعتي الرز بلبن فرن والرز بلبن بالنوتيلة والرز بلبن العادي خالص اللي احنا بنعمله اللي هو اليومي ما فيهوش اي حاجة طبعا انا هسيبهم كده لحد ما يتهوه كويس جدا وبعد كده هجيب البلاستيك الغذائي وابتدي اغطي الاطباق بتاعتي وبالنسبة للرز بلبن ان انا حطيته في الاطباق الفير هدخله الفرن على الشواية مش هيكمل اربع دقايق على الشواية تكون عالية هياخد وش كده وحيطل علون وده بيوف منتهى الجمال بس بوش يطول تحت الشواية علشان ما يتحرقش منك قوي ويعمل مرارة كده هيكون مظبوط وشكله عايز اقولك حلو جدا جدا لو انتي مش هتحطي اشتا بقى على الرز بلبن ممكن تيجي في الاخر خالص تجيبي معلقة اشتا لو انتي حابة يعني تخلي الرز بلبن بتاعك خفيف حتي اشتا على اخر حبت الرز بلبن وحتيهم كده على الوش في الرز بلبن ان انتي هتعملي في الفرن علشان يدي معاك الوش المظبوط ده لو مش حابة تحطي اشتا من الاول وكده انا خلصت كل الاطباق بتاعتي وسبتهم لحد ما اتهوه اذا التزيين ده بقى حاجة بتاعتك انتي زيني بمكسرات بزبيب بجوز هند انا كان عندي كريسبي شوكولاتة وكريسبي الوان زينت بيهم الاطباق بتاعتي وايدي الرز بلبن فرن برضو عايز اقولكم طعمه كان في منتهى الجمال اتمنى ان انتوا تجربوا بنفس الطريقة عندي افكار كتيرة تانية للرز بلبن ونكهات كتيرة تانية لو ان شاء الله لقيت تفاعل على الفيديو دوت ان شاء الله هعمل لكم فيديو كمان هيدلكم افكار هتبهركم في الرز بلبن علشان ننوع كده من الاطباق اللي احنا بنقدمها لولدنا وعشان كمان نشجعهم ان هم ياكلوا الحاجة المفيدة طبعا ده كيمة غذائية عالية جدا في اللبن وفيه اشتا وفيه سكر وفيه كمان النشويات من الرز فهو يعني وجبة متكملة جدا جدا يارب يكون الفيديو عجبكم وعايز اقول لكم شايفين بقى القوام بتاع الرز بلبن مزبوط بالسانتي مش تقيل جدا ومش خفيف كده وتلاقيه بينزل كده من المعلقة اهو جميل جدا جدا ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم حكتب لكم كل المقادير في اخر الشاشة علشان لو حابين تاخدوها سكرين شوت على الفليفون ما تنسوش بقى اهم حاجة لو عجبكم الفيديو تعملوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة واهم حاجة تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ويارب يكون الفيديو بتاع النهار ده عجبكم واستفدتم منه وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة كده من القلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته